على مداري خمسة أيام جلسات استماع هل تبضي إلى شيء؟ أي شيء يا سادة صاد يعني الجلسات العلنية هي جلسات مهمة جدا هي سبق وأن قامت بها لجمة السيد جولدستون في العام 2009 وهي المرة الثانية التي تقوم بها لجان تحقيق بالاستماع العلني للضحايا والشهود ما دللت ذلك؟ أولا الغرض الرئيس منها اقتسام المأساة والهم الإنساني التراجيديا التي حصلت في فلسطين أن تكون برسم العالم وبرسم من يستمع إليه وتانيا اسمع صوت الضحايا وصوت الشهود على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتقبت في فلسطين على مساحة الجغرافية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وداخل الأراضي 48 وأيضا أن الضحايا ليسوا أرقام وليسوا يعني عبارة عن عنوين في سجلات الإحصاء الجلسة اليوم مهمة جدا هي تأتي في سياق العمل الذي تقوم به اللجنة واللجنة ذات طابع فريد من نوعه أولا اللجنة شكلت بعد العدوان على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية في مايو الماضي جلسة مجلس حقوق الإنسان الاستثنائية شكلت هذه اللجنة واللجنة فوضت بعدد من التفويضات الأساسية يعني لها ولاية زمنية الولاية الزمنية تمتد من أبريل 2021 وهي مفتوحة وبالتالي هي مهمة جدا هي تؤسس آلية دائمة ومفتوحة وتعالج كل ما يرتكب الاحتلال من الآن فصاعدا تعالج أم توثق يا سيد عصار فقط دقق لي المعنى يعني تعالج الأمر تعالج بمعنى هي لجنة تحقيق في نهاية الأمر هي دورها الحصول على المعلومات من كل الأطراف من شهود العيان من الضحايا واللجنة لتقوم بعملها على أكمل وجه يجب عليها أن تزور مسرح الجريمة أن تزور الأراضي الفلسطينية المحتلة وكما تعلم ويعلم الجميع دولة الاحتلال قبل أن تعقد الجلسة وقبل أن تشكل هذه اللجنة ترفضتها وترفض التعاون معها وترفض السماح لأعضائها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية لأن دولة الاحتلال لا يمكن لها أن تخضع إلى الحد الأدنى من المسائلة والمحاسبة هي تعتبر نفسها دولة فوق القانون وبالتالي لا يمكن بأي حال من أحوال وهو ما يفسر سنوك دولة الاحتلال على مدى سنوات أربع حروب أو خمس حروب استيطان ويعني قصف منازل على رؤوس ساكنيها وتدمير بناتحتية ودور عبادة ومحطات للصرف الصحي وحصار على غزة وعزل مدينة القدس والتغول في الاستيطان كل ذلك ما رده إلى أن هناك من يشعر أنه محصن وبالتالي في غياب المحاسبة الأسوأ دائما قادم وبالتالي اللجنة هي تنظر في أسباب دائما هناك تطورين مهمين جدا طيب قبل تلك التطورات يعني اللجنة زارت أماكن الجريمة والانتهاكات وثقت وكتبت وحققت ودونت كل هذه الأمور جيدة ثم ماذا؟ يعني ما الذي يفعله العالم بعد تلك الكتابات أو التحقيقات أو الإدانات يا سيد عصام ما هي الخطوة المرتقبة يعني؟ نعم دعنا نتفق نعم دعنا نتفق أن العدالة لا تتحقق بالضربة القاضية العدالة لا تتحقق بمجموع النقاط ولا يضحق وراهم هناك جرائم ارتكمت يجب أن نعم القضية يجب أن تخضع إلى التحقيق الدائم وعلى الضحايا أن يحسنوا استخدام أدواتهم وخطابهم العالم ضاق صدره بما يرتكب في هذا المكان من العالم من جرائم تتكرر ضحايا مدنيين ونساء وأطفال ومنازل وبونة تحتية وما هو محمي بموجب القانون الدولي الإنساني لا يمكن لأحد أن يدعي أنه لم يسمع ولم يرى ما حدث في الأراضي الفلسطينية تشكيل اللجنة تطور مهم جدا في سياق المعركة طويلة الأمد التي يخوضها الفلسطينيون ومرة أخرى الشرعية لا تصنع العدالة الشرعية بحاجة إلي منوظفها توظيفا سيد عصام يبقى في هذا المكان من العالم تسمعني لانيا سيدي الصوت متقطع تسمعني نعم نعم أسمعك جيدة نقطة أخرى جديدة سيد عصام أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه اللجنة منباثقة من مجلس حقوق الإنسان والولايات المتحدة الأمريكية أصلا تركت المجلس منذ عهدة ترامب وربما عادت مؤخرا مع جو بايدن أليس كذلك؟ هل لهذه العودة أي معنى يا سيد عصام؟ أو أي درجة إفادة للقضية الفلسطينية؟ أو لتوثيق تلك الإدانات والانتهاكات؟ يعني الولايات المتحدة لطالما قدمت غطاء سياسيا لما يرتكب من جراء من قبل دولة الاحتلال بالعودة إلى مجلس الأمن وغيره من الوكالات المتخصصة والجمعية العامة لطالما واقفة الولايات المتحدة موقفا ضد القضايا الأساسية الموقف الوحيد يمكن في قرار المستوطنات منذ سنوات أيام إدارة السيد أوباما ولكن بشكل عام الإدارة الأمريكية هي توفر الغطاء السياسي والقانوني لما يرتكب من جرائم وعودة الولايات المتحدة إلى مجلس الحقوق الإنسان يعني ليس أكثر من حسابات داخلية ما بعد الحرب العالمية الثانية حاول السيد ترامب أن يعيد صياغة العلاقات الدولية ولكن أعتقد أنه فشل لم يعد من بودس والتعامل مع المالتيلاترال يعني العلاقات التعبدية والمؤسسات الناشئة لا يمكن إعادة صياغتها كما ترتأي الولايات المتحدة الأمريكية القواعد الأساسية الآن التي تحكم العالم قضايا الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين نحن أمام مشهد الآن غاية في الخطورة وفاجر ما يتعرض له الفلسطينيون لم يعد بالإمكان السكوت عليه اللجنة تأتي في هذا السياق في سياق أن العالم لم يعد مقبولا لديه الاستمرار في هذه الجرائم ولكن تبقى القضية الأساسية أنه كيف يمكن الاقتراب من المسائلة والمحاسبة المسائلة مغيبة ومرأة أخرى هو ما يفسر ارتكام الاحتلال للجرائم لا يمكن ترك المدنيين والضحايا يدفعون ثمن آلة التقتيل وعملية الاستيطان والتفكيك يعني عزل الأراضي الفلسطينية الآن يتم تحويل الفلسطينيين من الشعب عزيز كريم إلى جماعات غزة تحت حصار مشدد غير مسبوق منذ العام 67 يطالب تأثيراته الكارثية مختلف منع حياة الفلسطينيين معزوله عن باقي الأراضي الفلسطينية القدس كذلك معزوله عن باقي الأراضي الفلسطينية وكلاهما يعيش همومه غزة مجاري وكهربة وحريت حركة وفي القدس أرنونة وضرائب وقوانين تمييزية المشهد الآن يستوجب العمل على إعادة البعد القانوني كأحد الأدوات المهمة جدا في سياق العملية الطويلة التي بالضرورة يجب أن يخوضها الفلسطينيين وصولا إلى حقوقهم المشروعة ومن بين الأدوات التي استخدامها الفلسطينيين طالما نتحدث عن المسائلة والمحاسبة ونحن ندرك أن العالم يكيل بمكيلين وهناك ازدواجية في المعايير ومشهد أوكرانيا قبل أن تتحرك الطائرات الروسية لشن غاراتها على أوكرانيا اليوم التالي تم فتح تحقيق مقابل المحكمة الجنائية وتم فتح ثلاث مكاتب وأرسل طواقب من المحققين بينما في فلسطين التحقيق أقرته المحكمة الجنائية منذ أكثر من عام ولما يتحرك مكتب المدعي العام لو سنتمتر واحد باتجاه الأراضي الفلسطينية نحن أمام مشهد بالغ الصعوبة ولكن هذا يجب أن يشكل سبب لأن يأخذ الفلسطينيين قضيتهم بأيديهم في اشتباك مع العالم في اشتباك مع الفاعلين الأساسيين لتظهير قضية غياب العدالة ولجنة التحقيق هي لجنة مهمة جدا بالنظر إلى التفويض المواطلة زمنيا ومكانيا وموضوعيا ودورها في إظهار الحقيقة وجعلها برسم الجميع والخطوة التالية هي ما تضع من توصيات لإعمال مبدأ المحاسبة وضمان أن من ارتكب ومن أمر بارتكاب جرائم حرب التي أزهقت من خلالها أرواح ودمرت مباني وبنى تحتية ومتلكات يجب أن لا يهرب بجريمته هذه المرة يعني من زاوية غياب العدالة يجب إعمال مبدأ المسائلة والمحاسبة وطبعا غياب العدالة من زاوية والكيل بمكالين من زاوية أخرى أشكرك على كل هذه الإفادات عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان شرفتنا على شاشة الغد